اللي هلي بقى هيلعب ازاي بكرة؟ هيلعب ضغط عالي ده من وجهة موزر قبل ما نروح للتفاصيل الفنية اللي جوه مو سيماني عودنا انه بيغير كتير شوية هيلعب اربعة ع تلاتة 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 اربعة ع تلاتة اربعة ع اتنين 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 ليه اربعة ع اربعة ع اتنين اربعة ع اتنين تلاتة واحد عنده طرق كتيره لغبط بيها الناس مع الاهلي في المباراة الموضاية كلها بكرة الاهلي هيلعب بطريقة عاملة ازاي مبدئيا وبعد كان نشوف هيلسمها ازاي جوه خليني زي منطقات موسماني وامكان انا من اكتر الناس اللي بانتقدوا في الدول المصري وبقول وجهة نظري ممكن يختلف يتطافق معايا الناس نادي الاهلي عنده كم اصابات من بداية الموسم كبيرة جدا 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 فهو بتده يغير وفقا للعيبة وبيعمل احنا ما كنا بنانتقده احنا بنانتقده في الدول المصري ان الروتيشن ماينفعش في الدول المصري ببقى سايق لكن في الافريقيا الموضوع مختلف تماما انا اتمنى ان هو يلعب بثلت ديفندرات موتش ده اربعة ثلاثة ثلاثة طيب الثلت ديفندرات انت عندك في عمر السولية لسه يراجع من اصابة وفي حمد فتح في ديانك معرفش حالة السولية ايه لكن لو انت السولية سليم مية في المية حتى لو بقى له كتير يقدر يلعب دايما في الكورة هتسمحها من اللعيب كورة او اي حد داخل الملعبة كريمة المغزون المغزون ده انا ممكن اول ماتش في عودتي اعمللك ماتش حلو جدا حسب شخصية اللعيب لكن تاني ماتش المجهود البدن هيبان علي فهبمستويه هنزل لكن اول ماتش اعمله كويس اوي فلو سولية حلو انه دايما عشي احنا الجملة الشهيلة اللي هو يلعب لاجع من الاصابة فمحتاج وقت بس انت قوتلي حسب الشخصية حسب الشخصية وحسب المركز فانت المركز انا ها امنك انت لو واحد زي السولية مع حمد فتح ديانك لا متأمن يعني متأمن جدا لما اخدش اماكن كويس هيعرف يتأمل بشكل كويس وخصوصا انه عنده شخصية وخبرة فخلي بالك انت كل ما بتجبر سن انه بيجي لك خبرة كلامك بيبقى اكتر من مجهودك بمعنى ايه ان انا بيبقى عندي بدل ما هاجري لو انت بصيت في اللعيبة كلها يا كريم وانت صغير بتجري كتير جدا وانت كبير بتاخد خبرة فبدل ما بتجري على كورة لا تستحق انت خلاص بتبقى انت عندك او عندك حسابات معينة فانا عارف ايه اللي هاجري عليها ايه اللي هقف ايه اللي هعمل هاي دي الخبرة وكلامي بيقى توجيه نص ملعب انت دايما بتطلع فبقى الكلام كتير والتفاصيل التمركزية بتبقى اهم انا اتمنى انه يلعب اربعة تلاتة 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 دفندرات في نص ملعب وتلاتة قدام يعني حسب ما اللي انا شايفه انه هلعب بيرسي تاو فروت ده اللي انا متوقعه وهلعب بحسين الشحات وهلعب بعبدالقادر ده اللي انا متوقعه فيه ناس من كنت قولك يلعب بمحمد شريف ويشيل السلية في نص الملعب ويحط طاهر او بيرسي تاو يعني ده فكر خصوان هو عمل كده في المرسلات ليه اربعة تلاتة تلاتة تلاتات دي الطاهر قوي جدا دفعي وعنده باور بس هل انت لو العبت التلاتة نص ملعب وانت هكون بدافة بسبعة التلاتة اللي قدامه بعملين ازاي خصوصا انه هم فرقة الوداد فرقة كويسة محترمة لكن انت لا انت انت فنان اقوى بكتير هو الاجواء صعبة لكن انت فنان اقوى بكتير هم عندهم اربع لعيبة كويسين عندهم بنزل فروت كويس عندهم حسوني لعيب كويس رقم عشرة لعيب كويس جدا عندهم جبرون لعيب كويس في نص الملعب وبيشوت بيبقى دايما هو اللي قدام السردباكين وبينزل يستلم وعندهم داري تقريبا اللي هو السردباك لعيب كوي وكويس لكن هم عندهم برضو زي ما انت بتقول الاربعة انا مش اعرض اقايم الحداشة لكن انت انت عندك لعيبة كتير كويسة جدا وعندك لعيبة كلها منتخب مصر واللعيبة متعودة ان دي تبقى ان شاء الله البطولة التالتة واللعيبة متعودة على الاجواء فالامور دي كلها موسيماني هيدخل وليزم يكون اعمل سنورية تقريبا انت ليه فكرت في تلاتة في نص المرة يعني انت حسبت ايه ليه مش اتنين وتشتغل هجوميا بالاربعة اللي قدام اتنين اتنين دول عشان تعمل ضغط عالي من قدام والضغط العالي تبقى انت مأمن دفاعيا كويس اول انا للتوقعي ان الموسيماني هيعمل ضغط عالي من الاول خلص وخليباك شو اللي قوليه ده مهم جدا جدا ان الحاسم جدا هم مميزين في الكار العرضية انا عاوز من الاول ما خلهمش يتنفسهم صح فبتدي اضغط من قدام هل انت قادر انت تضغط لقدام؟ لو لعبت التلات تقادر لكن نفترض ان هو هيلعب هقولك بقى سيناريو تاني واللي انا شفته اللي انت كنت احطه انت كنت احطت يعني تقريبا السولية وديانج بس تقريبا حمد فتحي يعني طيب هنقول ان هو هيلعب بديفندرين ديانج الحمد فتحي تقريبا هم الاقرب وهيلعب مثلا حسين الشحات طاهر او بيرسيتاو اي ان كان منهم وعبدالقادر وقدام محمد شريف وهتعمل ضغط عالي طيب الضغط العالي انا شايف ان مشكلة النادي الاهلي في الدوري المصري ما بتضغطش على الضغط العالي ده كريم لازم توجه الهجم وكل يضغط مع بعض ضغط عالي منظم مش عشوائي طبعا حتى الضغط ده تنظيم مش ان هو هنجري عالي لازم اوجه الهجمة صح ووجه على جنب من الاجناب لازم على طول انت بتضغط كلام في كل ورقة مصبوط انا شايف ان الاربع اللي قدام هايبقى فيه اختراكات يعني هتلاقي هيتضربوا هم فطب انت اي انا امن ده ماتش نهائي ده مش ذهب وعودة ده نهائي صح العب بتلاتة امن خصوصا ان انا المهارات الهجومية والحلول انا عندي اكتر يعني انا عندي افشة ممكن استغيله في وقت من الاوات عندي محمد شريف لو ما بدأش ممكن استغيله في وقت من الاوات طاهر زي مقبل كده نزل وقدر ان هو يعمل يجيب جون اللي بيرسي تاو عمل اكل نشوته ورجعه ومحضب وكان جون حاسم يقدر عندي حسين الشحات انا انا اقول لك سواء بدأ او ما بدأش صح فانت عندك حلول صليل او ما بدأش حلول فالحلول دي بتهالي انت اكتر من الوداد زائد ان انت ده وافعك هتبقى اقوى انت خلي بالك او ما الحاكم بيصفر انت ما بتشوفش الناس اللي في المدرجات انت قلت افريك في الملعب ولا دولات بيفرقوا خالص ده شخصية النادي الاهلي اللي بيفرق الحاكم فالضغط اللي نادي الاهلي عمله سواء في المخاطبات بتاك الاحاد الافريكي او دايما الرياكشن بتاعه انا شايف نهو جايجي انا هجيلك على الحاكم مش زي اللي عبت الاهلي تتعامل معي بس تحدي الى 3.5 ده عشان انت اول حد ده اقعد معي من ساعات ما بدأ الكلام تشكيل او طريق تلعب الكلام 4.3.3 وعجبني جدا بشكل شخصي يعني عجبني جدا فكرة ان انت اقول 3.5 الملعب وعايز نعيش معك في جزئية فنية ليه علاقة بالنادي الاهلي في معظم من البلات اللعبة باتنينات مش بتلاتة في نص الملعب دايما الجزء او المسافة او المكان اللي بين اللي سناء الدفاع ايمن قاشر فاقوس الراهيم او واتفر يعني مين اللي موجود والاثنين اللي في نص الملعب بيلعب باثنين في نص الملعب المساحة اللي بينهم دايما بتبقى فاضي اللي انت قلته كمان في وجود حملة فتحة ثالث في نص الملعب يقفل الحتة دي اللي هي اصلا ايمن حسوني شاطر فيها اوي لعيب فيها اوي رقم عشرة انه هيعمل قلق كبير اوي الاهلي فانا اتفي معك واقول لي اس كان صح او الغلط انه لو لعب بكرة بتلاتة في نص الملعب هتنفرق مع الاهلي جدا تحديدا انشو تد او طبعا وهقول لك كمان يا كريم انت خلي بالك انت كل انت هتتغط ده صح ما تتغط ضغط عالي وتبقى انت مقام من دفاعيا وحضر تلاتة في نص الملعب انت هتخنقهم تاني حاجة الجمهور هيبقى انت انت بتلعب الجمهور عاوزيك صح ضغط طبيحة الحمدي فاتحي عنده ميزة ان انت لو لعب بتلاتة هو ساعات بيرجع يبقى ليبرو في اوقات معينة فبقدر يعمل كافرينج كويس جدا خصوة انت عندك محمد عبد الملعب اللي هو كان بلعب باستمرار مصاب فانت بتلعب بقى ايمان اشرف وبتلعب باسر ابراحيم اللي اتنين لعبه كويسة لكن خلي بالك انت هي الظروف ان هم اللي اتنين بلعبه اساسين مع بعض هو اي لعيف انت اللي قالي اساسي لكن لا تلاتة نص الملعب هتأمنهم اكتر حمد فتح وجوده هيأمنك اكتر اطفاعيا احنا في الدولة المصرى بنقول ايه؟ بنقول ان مشكلة النادي الاهلي ورا معلولة في الجانب ده طب انا هتلوقتي ما يكون عندي حمد فتحي ومعلوله الدرب ان معلوله هجمان جامع جدا طب معلول لو بيهاجم فكورة والضرب هيرحلوا ايمان طب مين هيجي يرحل لو موجود حمد فتحي يروح كايم رحل هتلاقي بعد كده دخل ياسر ابراهيم هتلاقي محمد هني رجع هتلاقي ديانج والسولية قفلوا فانت بيت قفلت نص الملعب وقفلت الملعب كله عندك تلاتة اللي قدام مختلفية بيرسيتاو بيوصل لجوم كتير جدا وسريع نقص من هو واحدة واحدة ما يبقى فت بتاقي اللي هيبقى مضيف يعني هيضيف اكتر واحد زي عبدالقادر حلول مهارية مختلفة بقالك كتير ما شفتاش فبيدر واحد على واحد يعدي يقدر يعدي ويقف يقدر يقتم عنده حلول مختلفة حسين الشحات الفترة اللي فاتت هو فاق حتى طاهر فاق فانت فكرة حسين الشحات فكرة عبدالقادر فكرة بيرسيتاو او محمد شريفة قوين كان اللي هلعب لأ التلاتة دولة انا اقصق فيهم جدا ان انت لو امنت كويس بالضغط اللي هم هيبقى عاوزين يجيبوا فيك جون هيبقى فيهم السحات هتقر تسجل قدر هتبقى مناسب طيب النهاردة محمد شتناوي كان معنا خبر ان محمد شتناوي كلم مع ايمان اشرف بصفته كابتن الفريق انه بلاش التدخلات العنيفة بلاش القوة في الالتحمات بلاش التاكلينج تولي الوقت ايمان اشرف دايما محتاجه نصيحة دايما عنده الحتة دي وانت رجل كنت مهاجم كبير فتعرف زي ما بيقوله كده ايه تلبس المدافع في اخطاء بالجملة ايمان من المدافعين اللي بيغلطوا كتير بالطريقة دي تنسى ايمان بايه ماتش كورا ايمان ايه تحديدا من ايمان مش عشان هو لعب كبير مش عشان هو لعب كبير طبعا بس النقطة دي تحديدا لا الهدوء وهو هيبقى هادي خلي بالك انت المتشاطة النهائية دي لازم تبقى هادي جدا ومركز وفي فرق بين هادي اللي هو تبقى انت كيرلس وفي فرق بين انت تركيز الهدوء ان انت امتك كورة يعني طول ما انت واقف في الوزيشن صح طول ما قررت صح لو انت واقف في الوزيشن غلط هبقى قررته غلط مهما كان فهو الشناوي طبعا ده دوره ككابتن لازم يتكلم لازم يوجه المتشاط دي كريم الكلام اهم بكتير جدا جدا من المجهود فانت مثلا لو انت بتلعب لو الشناوي الشناوي هتلاقي بيقول ايمان خلي بالك غطي ورا معلول ادخل ارجع يا حمدي ورا ده الكلام اللي بيحصل في الملعب احنا كمشاهدين او حتى اي ناس في الجميل مش تسمع الكلام ده لكن ده هو ده الحوار الداخلي طب خلي بالك يا محمد خلي بالك يا شريف هتعمل بيبقى فيه اتفاقات ممكن مثلا بيرس تاوب بيبقى منتفق مع قفشة مثلا واتفق مع عبدالقادر ان انا هجا ستنا من الكرة فبعمل اكين اخط خطوطين وبرحامل فنت بتحطوهلي بتبقى فيه حاجات لغة العيون الكلام بيبقى كتير فمشاط النهائي دي شخصية النادي الاهلي انا عشان كده بيقولك انا متفائل جدا وطمني سفر كابتال خطيب وحسين جدا فان شاء الله يا رب يا رب تبقى يعني التالتة ان شاء الله والحداشة للأهلي